تأتي هذه الندوة الصحفية عشية الإعلان عن خوض إضراب وطني في قطاع التربية الوطنية المرتبط أساساً بمخرجات الحوار القطاعي وأساساً بمقتضيات النظام الأساسي الجديد هذا النظام الأساسي الجديد الذي كنا نعتبره ورصاً استراتيجياً وحيوياً سينقل المنظومة التربوية التكوينية في مصار التأهيل وفي مصار جويد الموارد البشرية اليوم نحن أمام تراجعات وإجهاز حقيقي على كل أمال التي عقدتها الشغيلة تعليمها وفئاتها المتضررة في هذا النظام الأساسي الذي اليوم جاء ليجهز على الكثير من المطالب المرتبطة أساساً بالطغارات التي سجلناها على النظام الأساسي ديال 2003 وفي مقدمتها يعني الإجهاز على الطرقية بالشهادة عدم حل الإشكال المرتبط بالأساسي والأطور الدعم الذي نفرض عليهم التعاقد جاءت ميزياً فيما يتعلق بمنح التعويضات أعطيت لفئات مثلاً إدارية وعدم منحها لأخرى إقصاء شغيلة تعليمية يعني من التعويضات كذلك هذا النظام الأساسي لم يجد حلاً للإشكالات التي كانت عالقة المرتبطة أساساً مثلاً من قبل الزنزانة عشرة بمعنى آخر أن الحل المقدم والمرتبط بالسنوات الاعتبارية هو حل تقليدي حل كان نلوكه داخل طولة الحوار مع وزارة التربية الوطنية منذ 2014 بمعنى لم يأتي بجديد لتسريع الترقية ديال هؤلاء هذه الفئة المتضررة ولا حتى يعني بطرقية استثنائية لطي هذا الميرف فيما يتعلق كذلك بالدرجة الجديدة التي انتظرها نساء ورجال تعليم منذ 2011 في اتفاق ديال 26 أبريل 2011 وكنا نمنى النفس على أن تستوعب هذه الدرجة الجديدة يعني مجموعة من الفئات التي كانت محدودة الترقي على أساس أن تتم منح هذه الدرجة الجديدة أو خارج السلام بطريقة منصفة تجبر الضرر التاريخي الذي لحقها الفئات التي كانت مقصية منها لكن نفاجأ بأن تاريخ المفعول هو تاريخ مستقبالي لغديم شحتل فاتيح يناير 2024 ولكن حقيقة على أن الاستفادة الحقيقية لن تكون إلا في الأفق ديال 2030 التي حتى تكون لكثير من الفئات قد غادرت سلك يعني سلك الوظيفة في قطاع ديال التربياء الوطنية ثم لما أردت وزارة التربياء الوطنية أن تمنحها يعني تمييزا حقيقيا ومطلوبا في هذا الملف على مستوى المتقاعدين فهي ركزت على المتقاعدين ديال 2023 في حين على كما قلنا أن هذا المطلب كان مرفوعا منذ 2011 وبالتالي هذه الإجراءات ستفرز ضحايا جديدة نحن قلنا في الماضي على أن النظام الأساسي ديال 2003 أفرز الفئوية التي تنخر اليوم قطاع التربياء الوطنية وأيضا تعصف بالوجود الحقيقي للعمل النقابي ومصداقيته وبالطيقة ديال الشغيلة فيه اليوم أن هذا النظام الأساسي ديال 2023 هو يضفي المصداقية والمشروعية على الدينامية والحركية ديال الفئات المتضررة وهذا أيضا هو لا يضرب في عمق المطالب ديال الشغيلة التعليمية بأكثر ما يضرب في الأسوس التي يقوم عليها العمل النقابي بالإضافة إلى قضايا أخرى يعني فك الارتباط مع الوظيفة العمومية كان المطلب أن نفك الارتباط مع الوظيفة العمومية ولكن بما يعزز ويوسع من الوعاء ديال الحقوق والمكتسبات ديال الشغيلة التعليمية ولكن وزارة التربية الوطنية اختارت أن تشدد العقوبات وعلى أن هذه العملية ديال الفك الارتباط مع الوظيفة العمومية ويخصف المدى الربعة من القانون ديال الوظيفة العمومية فقط ارتبطت يعني بسن وإحداث عقوبات جديدة وهذا تيبين على أننا كي نعمل تأسيس لوحد النوع من المقاربة ديالتحكم الإداري داخل منظومة التربية والتكوينة بالنظر إلى التحولات الجيلية التي تقع اليوم يعني في المفهوم ديال الوظيفة العمومية على هذا المستوى ديال القطاع ما ننسوش كذلك على أن وزارة التربية الوطنية اليوم يعني قيدت المدرسين وهيئة تدريس بوحد المجموعة وأتقالات كاهلهم بوحد المجموعة من المهام التي يعني هي مهام تجعل من النساء ورجال تعليم خصوصا هيئة تدريس ستجعلها موزعة على وحد المجموعة من المهام طبعا على حساب المهمة الحقيقية هي ديال أننا نقرر ولد الشعب والجودة على مستوى العملية تعليمية تعلمية من خلال وحد المجموعة من المهام الخارجية وهذا اللي عكساته يعني كذلك اليوم كنا ننتظر على أن هذا النظام الأساسي أن يحديث تغييرا حقيقيا على مستوى يعني منظومة ديالترقي والمنظومة ديالتقييم لكن للأسف أنه كرس نظام الكوطة كذلك وسع من المتدخلين في العملية ديالتقييم وسع من الوعاء ديال المجالات التي ستكون موضوع تقييم بالنسبة لنساء ورجال تعليم وبالتالي هذا كله يخدم واحد المقاربة اللي نحن نقوله مقاربة ديال وضع نساء ورجال تعليم وضع الشغيلة تعليمية برمتها تحت سيطرة ديالواحد المقاربة تحكمية وهذا أيضا يجد تفسيره اليوم في المآل ديال الوظيفة العمومية لا شيء في المغرب فقط في كثير من البلدان ديال العالم وخصوصا توصيات ديال المؤسسات الدولية في هذا الاتجاه كذلك اليوم كنا نأمل على أن هذا النظام الأساسي يعني أن يأتي بجديد ويأتي بوضوح على مستوى إدماج يعني الأساسي دا والأطور ديال الدعم الذي نفرض عليهم تعاقد للأسف يعني نسجل على أن الإدماج كان على مستوى نص ديال النظام الأساسي بوحد تغيير لأن ننتقلنا اليوم من نظام أساسي لموظف وزارة التربية الوطنية إلى نظام أساسي لقطاع وزارة التربية الوطنية طبعا ولي فيه واحد جوج ديال المصارات المهنية المصار المهني ديال أساس ديال الشغيلة التعليمية النظاميين أو الذين وضيفوا على أساس مناصب مالية في قانون المالية وأيضا يعني ما تسميهم وزارة التربية الوطنية أطور الأكاديمية وما نسميه نحن أطور الدعم والأساسي دا الذين فرد عليهم التقالي وبالتالي ما كيش واحد جديد على مستور المركز القانوني اللي غادي ينهي هذه الإشكال ديال الدمج ديال هذه الفئة سواء على مستوى الأساسي دا أو الأطور ديال الدعم الذي نفرد عليهم التعاقد اللي غادي يدمجهم كما قلنا يعني في واحد المركز قانوني اللي تيعطيهم هاد الأمن الوظيفي وهد الأمن المهني المرتبط أساسا المرتبط أساسا يعني بإنهاء هاد الحالة ديال تميز أيضا يبقى أخطر ما كان في هذا النظام الأساسي ومسكوت عنه أن هذا النظام الأساسي يحتاج إلى أكثر من 20 قرار تنظيمي يحتاج إلى أكثر من 6 و 7 ديال المراسيم لم تكن هذه هي الترسانة ديال الأجراء أو الترسانة ديال التنزيل إلا ما كناش دخلنا في التفاصيل ديال هذه العملية ديال الأجراء فأظن على أننا غادي نكونوا يعني تنرحلوا واحد النقاش جوهري وحقيقي إلى المستقبل وبالتالي هذا شي كله اللي تنخفوا منه هو أنه اليوم هو حاصل اليوم كل الفئات المتضررة داخل شغيلة تعليمية بل أنا قد أجزم وأقول كل شغيلة تعليمية المتضررة وغير المتضررة اليوم إما أنها انخرطت في دينامية نضالية أو أنها بانت على الانخراط في كل دعاوة وفي كل دينامية نضالية يعني المعنية ولذلك اليوم من هذا الموقع اليوم ديال الاحتجاج من هذا الموقع ديال ندوى الصحفية اللي ستدرسوا فيها النظام الأساسي ونوقفوه على الكثير من التغارات اللي تكرسات واللي كنا نتمنى وأننا نتجاوزها أوجه ندائي لمكونات الصف النقابي اليوم كفاء يعني من التهافوت النقابي كفاء من المزايدات كفاء من الاختلاف الإديولوجي الذي لا يخدم شغيلة تعليمية يدون في الجمالة الموضة في التعليم ممدودة إلى حماية العمل النقابي الجد والمسؤول لأن اليوم مخرجات النظام الأساسي كما قلت في البداية لن تعصف فقط بالمطالب العادلة والمشروعة للشغيلة تعليمية وفئاتها المتضررة وغير المتضررة ولكن ستعصف بالعمل النقابي وبجديته وبمصداقيته وبالثقة التي حمناها من طرف الشغيلة تعليمية هلموا إلى كلمة سواء إلى توحيد الفعلي النضالي لنشكل قوة تفاوضية وقوة اقتراحية تعيد الكرامة وتعيد الإنصاف وتعيد العدل وتعيد الإدماج إلى كل مكونات الشغيلة تعليمية وبالتالي هذا هو المدخل باش أيضا أننا نجوده المرضودية دي المنظومة التربوية التكوينية دينا لأن السمرار الاحتقان هو كذلك يعصف بالجودة دي المنظومة التربوية تعليمية ترجمة نانسي قنقر